اشتركوا في القناة مع اخبار اخوتنا العراقيين بلبنان والعالم تحية صلاة ومحبة تحية من قلبنا لقلبكم رانيا مساء الخير مساء الخير كافرين انا وياك اكيد مثل كل مرة منعيش خلال الاسبوع الكامل فرحنا ولقاءنا باخوتنا العراقيين مع اخبارهم وهمهم وما بيبقى علينا بكل حلقة من حلقة لحلقة نذكركم بصلاتنا للأسف ما فينا نكون عم نحل كل الامور يلي عم تعيشوها ولكن يمكن انه نقف حد بعد نمسك ايد بعد نعز بعضنا ببعض المواقف وبعض الارارات او الافكار يلي عم نطرحها سوا هالشغلة بتبين عن الاندماج يلي اختاروا اخوتنا العراقيين ليكونوا بلبنان ويلي نحنا بدورنا عم نفتح ايدينا لاخوتنا يلي اختاروا يكونوا بهالبلد بلد لبنان يلي بعدنا عم نجرب نكون مستقرين فيه عم نجرب نحقق جمهوريتنا مع رئيسنا اكيد الجديد منتمنى اقامة مباركة لكل اللي موجودين بلبنان واكيد نحنا عم نشوف فيه كتير اخبار مش حلوة بالعراق خاصة الوفيات يلي عم تصير منقدم تعازينا لكل الاشخاص يلي فقدوا غاليين على قلوبهم ومنقول الله يخفف من قلمكم وطبعا الموت هو حق وما فينا نهرب منه كلنا نحنا اليوم موجودين على الارض ماشيين بالدرب سوا ما منعرف امتى بينتهي المشوار ولكن نحنا منقول دايما انا بحب هالجملة الى اللقاء في السماء رح نعمل جاهدين انو نتقدس بحياتنا على الارض وننال كليل المجد والغفران من الهنا رب الكم رانيا الاخبار يلي هيك اختيها اجمالا خلال هالاسبوع شو بتلخصية قبل ما مليش نحكي عنا بالتفاصيل يعني مثل ما قلنا بالعادة كاترين نحصد هالاخبار خلال الاسبوع منها المفرح ومنها المحزن طبعا خلال حملة تحرير المناطق العراقية هالاخبار بتطغى على الاخبار المحزنة خاصة وانه كلمة تحرير بتعزل قلوب ولكن رغم ذلك يبقى التحرير يمكن مجرد كلمة لانه تطبيقا على الارض الامور والاوضاع والمأساة والصعوبات مختلفة وكبيرة جدا وطبعا العودة للاراضي العراقية صعبة جدا خاصة وانه هلأ رح منشوف تباعا بالاخبار التحذيرات اللي عم بتصير للمواطنين العراقيين المسيحيين انه هناك خطر بالرجوع للبيوت لان في عنا مواد سامة جدا وقد تؤدي للانفجار وهالمواد ما بتقدر تكتشفيها بسهولة وبسرعة لانه بتشبه التراب والرماد وعند الاحتكاك المباشر تنفجر هالصعوبات وهالمأساة كبيرة ويعني ما فينا غير نقول محزنة ومفرحة ولكن يبقى الامل موجود نحنا كمسيحيين موجودين على الارض اينما حلالنا يمكن هالفرح بحد ذاته الارض ايه صعب انه نتخلى عنا بهالسهولة ولكن الكنيسة هي جماعة المؤمنين واينما بتنوجد بالعالم بتقدر انها تكون صالحة وبتقدر انها تكفي مسيرة المسيحية بالعالم نعم اكيد هالاختبار او هالافكار هي نبع من الالتزام الكنسي اللي منعيشه كلنا خاصة ان احنا ابناء الكنيسة الواحدة الجامعة سؤال ترحني عليكم خلال هاليومين او خلال الاسبوع وكسفنا السؤال اليوم هل انتم مع العودة نعم ام لا ولماذا واكيد رح نشوف هالسؤال انا وياكم فيكن تتواصلوا معي عبر الهاتف او عبر الفيبر لا تقرروا اذا انتم مع العودة او لا ومتل ما وعدناكم رح اقرأنا تباعا كل الاجوبة يلي اجتنا ولو منها كنت كتير طويلة كنت بتمنى ما تكون هالقاد طويلة ولكن احتراما لا افكاركن وقرأكن وبحب هون ينوه على شغلي انه في كتير ناس عم ينتقدوا انه بتحكي العراق اونلاين وانتوا عم تبتسمي قدام معاناة وهجرة الشعب العراقي انا صدقوني ما فيني الا ما اكون عم بجرب قدم الفرحة لالكن بجرب قدمة فيي اكيد احمل حزنكم بقلبي وبي صلاطي ولكن يمكن عنوان العراق اونلاين لازم يكون عنوان فرح بيجمعنا فيكم رغم كل المعانات والمقساة يلي عم تعيشوها هلأ انتم مع الهجرة نعم ام لا ولماذا هالسؤال يلي رح يضل على يمرق تباعا على الشاشة الليلة لا تعبروا عن رأيكم ورح بلش اقرأ تباعا كمانا الاجوبة يلي اجتنا على هالسؤال لحبال ليش دنيا زكريا بتقول بتقول طبعا لا للعودة جينا عبا بتقول الله يقويكم وان شاء الله تكون حلقة حلوة ومميزة كالعادة اوليفيا بالتوفيق رح ننتظركم هاي دي اكيد الاجوبة يلي اجت على البوست يلي حطيني نمرود شي تو بيقول اين نعود بيوتنا نهبت واحرقت لقد دمروا كل شيء تعب العمر راح في لحظة اين كرامة الانسان وحقوقه الى متى نبقى نتألم وندفع الثمن غاليا نريد ان نعيش بليز جربوا ما تبعتوا هلأ رسيل بليز لا لاقدر انا ضلني مركزة على الاسئلة والاجوبة وندفع الثمن غاليا نريد ان نعيش بامان واستقرار اطلبوا من الرب ان يعطينا الصبر لا للعودة هيدا كان رأي نمرود شي تو حنان النجار لا للرجوع ليس لدينا امن او استقرار بالعراق العزوز عزت بيقول طبعا يعني طبعا هو مع الرجوع اخت كاترين ربنا يحفظك حسام قاتجو بيقول لا للعودة وين نرجع ايلين مارزينا شوشندي لا والف لا لا ليس لدينا مستقبل في العراق غضي داي ببغديدة بدمي نعم للعودة اذا صار للعراق بحرية الاديان وتقبل الاخر ندا سالم كتبته ايلت اكيد حلم كل واحد فينا يعود الى ارضه بس العودة الى ماذا واين ارضنا واين كرمتنا وقتل تهجرنا وتبهدلنا العودة الى مستقبل مجهول صعب والعودة بدون اهلنا واصدقائنا واحبائنا اصعب بغديدة كانت باهلها وناسها لا للعودة ميساء شيخة بتقول مع احترامي وحبي للبنان ايضا لا نريد العيش في لبنان لان كمان ليس لدينا مستقبل فيه من بعد ما كانت ايلت لا للعودة لان لا نريد ان نفقد احبائنا ونحب ان نعيش بسلام سعد دردر قال لا مستقبل لنا في العراق اذا هيدا اول مجموعة من الاسئلة من الاجوبة للسؤال يلي طرحنا كمان رح كفى انا وياكم لانو نحن عرضنا السؤال على صفحة العراق اونلاين وعلى صفحة الاصدقاء تبع فريق الرسل الصغار كمان رح كفى انا وياكم هل انتم مع العودة نعم ام لا خليني بلش عبدالله حنى حنى بيش اوكي عاطفيا الكل يريد العودة لا يوجد شخص في هذا العالم لا يحب وطنه ولكن بالعقل كل المؤشرات ليست مع العودة بهذه الظروف خاصة بعد ان اصبحنا هدفا سهلا للاكثرية الظالمة والطامعة فينا وبعد ان فقدنا الكثير من مقاومات البقاء للعودة الحقيقة نطالب حماية دولية تامة لسهل نينوى وبقوات دولية خالصة التعويضات بشكل كامل المادية والمعنوية عن كامل فترة التهجير ثالثا معاقبة ومحاسبة كل المسؤولين على ما حصل رابعا تهيير الدستور بما يتلاءم مع كل فئات الشعب دون تمييز رغم ايماني ان الدولة غير قادرة على التعويض ولن تعمل اي شيء بهذا الاتجاه او حتى بتحقيق الحماية او حتى انها غير قادرة على فعل اي شيء خصنا فالدولة التي لم تستطيع تعويض المهجرين اكثر من 600 دولار وخلال سنتين وثلاثة اشهر وقطعت الحصة التموينية وحجزت الاموال المهجرين بالمصارف ممكن نترجى منها شيء ليس لنا غير الرجاء وبالله وحده بدون تحقيق هذه المطالب فان العودة تعني انتحار جماعي مستقبلا او سنجار ثانية وخاصة ان الذئاب لازالت تحوم حول سهلنا بثياب الحملان بعد ان حرقت ودمرت واستباحت ورجعت من الغزو منتصرة ولن يحاسبها احد ارحمونا ام حققوا مطاليبنا او دعونا نغادر الى حيث البلاد التي تحترم حقوق الحيوانات وليس الانسان فقط سلامي ومحبتي شكرا استاذ عبدالله فارس دانيال كمينا كان عنده رأي رح ارجع ري اكيد بعد شوي عامر متي بيقول العودة بشروط حماية دولية مع اعادة لكرامة الانسان التي داست داست بالاقدام ومع تعويضات عن جميع الخسائر واقالة المسؤولين الذين اثبتوا فشلهم ولم يستطيعوا ان يطالبوا بحقوق ابناء شعبهم بغير هذه الشروط فالعودة تتبعها هجرة ثالثة ميلار القص بطرس قال نعم مع العودة ولكن لا يوجد شيء نعود اليه من يعود كرامتنا من يعود ما خسرناه من العمر من يعود ما سرقوه مننا من سوف يأتي يحكم مناطقنا هل ستبقى نفس الوجوه هل الرموز الدينية تبقى في سلطتها وكأنها سلطة مكلفة من الله هل سوف يحاسبون المقصرين والفاسدين هل سوف يبقون بعض رجال الدين بتهديد من يقول الحقيقة من يحاسب على الانسحاب الذي جرى في مناطقنا لماذا هذا السكوت أسئلة كثيرة ولا توجد أجوبة واضحة أصبحنا مواطنين بلا وطن وبلا كرامة وليد لالو أكيد لا كتبها ورانيا وممطولة ليث ياكو بيقول بلد سليب حقوقه كيف لي أن أرجع والله العودة صعبة سوف يأتي يوم أصعب أكيد رح أرجع كف مع جوابكن هل أنتم مع الهجرة نعم أم لا وكمان فيكن تتواصلوا معي عبر الأرقام اللي كمان رح تشوه بعد شوي على أسفل الشاشة وصورتوا تعرفوا أكيد رقم الفايبر ورقم التليفون الأرضي لنشوف رأيكن انتوا بهيدا السؤال إذن هيد الأرقام موجودة قدامكن هل أنتم مع الهجرة نعم أم لا ولماذا رانيا خلينا نبلش مع أخبارك بأول خبر تفضلي مقدمة الأخبار اليوم عن تحرير داير مربهنام وسارة من ناحية النمرود الأثرية رح منشوف الصور تباعا طبعا هالدير هو مهم جدا في هذه المنطقة وكان إليك عمل إخراجي فيه من خلال الصور عم نشوف تهميش وداعش عنده حقد هالشعب وحقد هالمجموعة الإرهبية تشويه وتدنيس معالم الدير والكنيسة الموجودة بقلبه طبعا الدمار يحزن هوني عم نشوف تمثيل للسيدة العذراء مدمر هيدا البيب اللي منفوت فيه على الكنيسة بدير مربهنام وسارة للأسف هالكنيسة اللي عنجات بتحمل ذكريات الشعب عراقي كبير صح يعني اليوم الدمار اللي عم نشوفه كتير كبير يعني يريتنا دا أو نسيم معنا على الخط اللي يقولولنا هوني تفجير القبر اللي يقولولنا شو شعورهم هنه من الأشخاص اللي كان لهم عمر عايشين بهيدا الدير صح يعني كيف نحنا عم نشوف هالسور وبيبقى شعورنا فعلا كتير سيء وكيف الناس العراقيين المواطنين اللي كانوا موجودين بهالمنطقة وعاشوا سنين وسنين نعم هايدي الصورة بترمز لشيخ متي كان عم يعمد القديسة سارة محيين نصه لشيخ متي ومشوهين متل ما شفنا بالصورة صورة او تمثيل اذا بدنا نقول القديسة سارة شهيدة هال المعبد وهالمكان المؤدس يلي كتار تعبوا وصمموه وهندسوه تحية لقلك سامي لالو تحية لقلك وسيم لالو وسيم وستاذ سامي وكتار عطيو من عرق جبينو وتعبو لهالدير وعلى الاف لسنين مئات لسنين عفواً هالدير هو كان زا بدنا نقول ما كان حج وحج كتير كبير يستقطب كتار من العيال العراقية يلي كانوا يندروا للقديس بهنام واخته سارة كمينا منكمل معك باخبارك تحذير لكل الاخوة العراقية يلي عم يتفقدوا بيوتهم ومنازلهم مؤخرا يجب توخي الحذر وعدم لمس الأشياء إلا بعد التأكد منها خاصة وأنه في مواد عم تستخدم ويتم استعمالها بقلب البيوت بمنطقة كرم ليس مثلا أغلفة للمواد السامي كل هالأشياء اللي عم نشوفها من خلال الصورة أنه مغلفة بمواد السامي يجب توخي الحذر عند لمسة وتؤدي طبعاً لحرق المنازل وتؤثر على الإنسان من أمراض سرطان وغيرها من الأمراض المستعصية ويجب هنا ارتداء الكفوف والكمامات وعدم جلب الأغراض خصوصاً الملابس أكيد لأن هالملابسي خلاص صممت وما عادت تكون صالحة نعم خلينا ناخد أول إتصال ألو 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 موضوع داعش ألو معك بلاشت تحكي وأنا ما كنت عم بسمعك مين معي أنا هلأ أنا هلأ بضع موضوعي معك هلأ قبل موضوع الرجع للعراق أو لا بدنا نحكي على موضوع داعش فيك تقلمين معي لو سمحت نعم هلأ الدام الدام يعني التفكير كتير صعب الموضوع هاد موضوع بيرجع للموضوع العقائدي هلأ احنا عم بنحارب فكر ما بنحارب جنود على الأرض بنحارب فكر بيؤمن بهذا الموضوع بموضوع بأنه هيدا كافر هيدا مبتد هيدا إنسان كتير كتير ما بد يكون معي نعم يعني أنت اللي معك إنسان كان عايش بالالفين وسبعة بالموصل نعم وتهدد حديث أولي لأنه إنسان مسيحي بدك تترك بدك تترك منطقتك وتطلع يا أما تدفع الجزية إذا هذا منه تفكير قبل ما وجود داعش بالالفين وسبعة أنا إنسان اسمي ليث وليد من السكنتر موصل نعم أستاذ ليث أكيد أنا بحييك على شجاعتك وجرتك بالحكي ولكن اليوم حضرتك وين موجوده وأدائي بعد قادرت قاوة من بعد كل هالعذاب اللي عشتوه لما طلعت وطلعت مدينتي بالالفين وسبعة سيني أحكي لك وخليسمع جمهور قصتي لما تركت مدينتي وطلعت طلعت ضيعات المسيحية ضيعات سهل نينوة نعم أنا هاليوم موجود وبشكر الله وبشكر أمي مريم صديقي لو سمحت اسمعني بس من الهاتف يعني سكر صوت التليفزيون وركز معي بس بالهاتف لو سمحت ليث هل أنا أنا موجود على الأرض اللبنانية نعم بتمنى منكم كلكم مشاهدينا يلي بدوا يتصل فيي بس يستعمل الهاتف ويخفف صوت التليفزيون تنقدر نتواصل أكتر أوكي ليث نحن عم نسمعك إذا فيك تكفي تفضل أنا هاليوم بعيش على الأرض اللبنانية نعم أي ليث عم نسمعك لكن تسأليني عن الرجعة أو لا نعم تفضل أنا ما مع الرجعة لمناطق نهائيا أوكي شكرا ليث الله يبارك بإيامكم ويخفف ظلم هالغربة عنكم شكرا كتير كتير إذا مشاهدينا عملوا معروفين اللي بدوا يتواصل معي تم يكون في ديلاي بينتنا ويكون الوقت عم يروح سودان قد ما فيكن احكوني بس من الهاتف كونوا بعيدين عن التليفزيون ونتواصل عبر الهاتف كمان هل أنتم مع الهجرة نعم أم لا ولماذا فلاح جاكوب بيقول كيف نعود ومستقبل أولادنا ضاع في هذه الحكومة التي ليس لها لا أخلاق ولا ثقافة ولا حقوق الإنسان وضيع أموالنا وأشغالنا وبيوتنا واضطهادنا في كل حين تحياتي لأراء الجميع أكيد نحنا كمان تحياتنا الكبيرة لألك كمان رح اخد رسالة شوي طويلة ولكن مهمة نسمعها أكيد فارس دانيال بيقول من خلال رحلتي في عشر دول تقريبا وأثناء تصوير مقابلات فيلمنا مواسم الهجرة لم أجد شخصا واحدا لا يحن للعراق بل أن الجميع توقعوا العودة والسؤال الأهم لمه هاجر المسيحيين من العراق هل كانوا طارئين مثلا هل كانوا محتلين من كانت جذوره بهذا العمق التاريخي والحضاري لا يمكن أن يخرج من أرضه باختياره إلا القلة القليلة إلا القلة القليلة ولأسباب عديدة أيضا والكل يعرف أن الظروف التي كانت سبب للهجرة إنما كانت أسباب منطقية في أكثر الأحيان فطالما ليس هناك أرض تحترم حقوق الإنسان ويحكم تلك الأرض قوة غير عقلانية ويلعب بمقدراتها ثل من النصوص يصبح شعبها بين خيارين الأول أن يتلوث ويشاركهم الصرقة والثاني أن يصمت ويتحمل القهر والظلم ورغم أن شعبنا المسيحي لم يتلوث بآفات الحكام بل وتحمل الكثير من التهميش والإقصاء إلا أنه استمر بالبناء وبإمكانياته الخاصة فتحولت مدنه وقراه إلى مناطق عامرة بالأعمار والحياة المستقرة الآمنة فلم تستطع قوة الظلام التغلغل إلى هذه المناطق لعدم وجود حضانات لها وهذا أهم أسباب استقرارها لكن ورغم القبول بكل السعاب فقد كانت المؤامرة على شعبنا أكبر من أن يستوعبها بل هددت كيانه فلا يمكن الترحيب بأعداء الإنسانية وتغيير القيم والمعتقدات لتتلاءم مع البقاء معهم ولم يرضخ الشعب المسيحي عمره لأي مخطط استهداف إيمانه لذا ارتأى المسيحيين أن يتركوا أراضيهم بدل ترك إيمانهم ودينهم ومع هذا وذات بقي المسيحيين يعانون الأمرين أعتذر أن أقرأ مثل ما هم مسيحيون ومسيحيين ليس زنبة الانتظار لكينا بقي المسيحيين يعانون الأمرين الانتظار والفقر إضافة إلى حزنهم العميق على خساراتهم بدءا بالأرض إلى الخسارات المادية ومادية أخرى وأعتقد جازما أن العودة ستكون بشكل لا يمكن تصديقه لو أن الظروف تهيأت للعيش الكريم ولا يمكن للعيش هذا أن يكون دون حماية دولية فإذا ما حققنا الحماية الدولية فلن تستطيع كل إغراءات الدنيا أن تجعل أهل الأرض والقيم والتريق يغادرون أرض أبائهم وأجدادهم لكن الحماية الدولية لا يمكن قبولها إلا بعد تعويض الأهالي تعويض الأهالي كلهم لما فقدوه ماديا ونفسيا هكذا تكون قد هيأنا طريقا مشرفا للعودة وما عداه ضحق على الذكون مع بالغ تقديري شكرا كتير لألك فارس دانيال عن جد بتمنى يعني أن تكتبوا كنتو إشياء صغيرة أنا بحب أقرأ اللي أنتو بتكتبوه ولكن وقتا بيطول هالقد الكتيبة بدي أعتذر ما بقى رح أقرأ مارغريت جابر مليون لا 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 ياسمين توماس لا عودة دون حماية دولية لا نريد أن تكرر معاناتنا مرة ومرة جديدة ونطرد من بيوتنا خالدة جاكوب بتقول لا وألف لا إلى أن يتم الحصول على كافة حقوق المسيحيين وتعويض كل المتضررين ماديا ومعنويا سوزان سكرية بتقول لا لن نرجع للعراق بسبب ناس التي لا تحبنا ونحن نحبهم ونتمنى لهم السعادة والاستقرار بس وهل بس أكيد مع ثلاث نؤات مساء الخير ست كاترين وأحييك وأحيي ست رانيا بالنسبة للعودة أنا مع العودة بس يكون في حماية دولية لي حمايتنا ورب يحفظكم ست كاترين سلام الرب معكم وتابعكم رغيد القص موسى شكرا يا رغيد وشكرا لكل أكيد يلي جاوبوا مع هني دي وعبروا عن أراء أون على صفحتنا وعلى صفحة العراق أونلاين رانيا قبل أن نطلع بريك سنأخذ خبر جديد منك من خلال الصورة التي سنرى على الشاشة كاترين هذه العلامة المرسومة على أبواب المنازل طبعاً ترمز لأن البيت مفخخ إذاً يجب انتباه على هذه العلامة لأن هذه العلامة ترمز لأن البيت مفخخ هالصورة أخذت من منزل من منطقة كرمليس نعم خلينا نحكي أنا أريد أحكي عن رفا الوليد ورح نشوف صورة بيته بيقول مرحبا نحن لسنا مع الرجوع للوطن لأنه لا يوجد ثقة في الطرف الآخر وهم من فجروا حرقوا بيوتنا علماً أننا مهجرين للمرة الثالثة على أيديهم لذلك لا نرغب بالرجوع وسوف أرسلكي صورة بيتنا الذي فجروه الدواعش في برطلة والذي زورتنا فيه سابقاً نعم هالبيت يلي عن جد وجعني كتير قلبي بس شفته هالبيت هكي كان فيه كتير بركة وفرح بس فتنا عليه يعني اليوم كتير انصدمت رفا بعرف انه فيه دمار وبعرف فيه هدم بيوت بس عن جد وتنشوف الصور هكي كتير رانية بتجرح قلوبنا وبتجرح مشاعرنا جوني إيشوع بولوس بيقول لا لأن ما بقى عندي شيء ولا شيء أسواقي قد سرقوها بيتي سرقوه وأحرقوه وقتلوا أختي وكل أهلي وأصدقائي وجيراني تبعثروا في العالمتان من من في العالمتان من أرجع مفهمت عليك بس أكيد أنا هون بديقول تحية لقلكون بيت جوني يلي فقدوا إنعام أختون بالهاون يلي نزل عليها وعلى الطفلين من بيت شميس تحية لقلكون أنتو شو هدا يلي بسببكن أهل قرقوش تركوا بغديدة ومشوا لأنو حسوا بوقت أنو هالقد الخطر صار قريب جينا الجميل لا للعودة لأن كل شيء مدمر حسام قاتجو الله يبارك بكم كمان عامر ماتي بيقول الله يبارك فيكم أوكي لكن هالأجوبة يلي هي على سؤالكم هل أنتم مع العودة نعم أم لا ولماذا هالسؤال رح نكفي فيه بالفقرة التانية رح نستقبل أنا وإياكم ضيفين ونكمل حلقتنا رح نشوف هلأ فيديو صغير هالفيديو هو عن أبونا الكاتب نشوف كيف وقف بالكنيسة وعم يصلي السلام رابي حفاف كنيساتك نحن لك أخصان يا من ناديت بالغفران لك الحمد والشكران يا من ناديت بالغفران لك الحمد والشكران يا رب إحفاف كنيساتك يا مخاطب الكيان أبهر وجهك ألفاتا لكل قلب والهام أبهر وجهك ألفاتا لكل قلب والهام يا ربي حفاف كنيساتك 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 وقوي فينا الإيمان يا ربي احفاف كنيساتك أيها الأب الحنان ارحم شعبك الموهن وافتحينا العميان ارحم شعبك الموهن وافتحينا العميان نعم يا رب ارحم شعبك وافتحينا العميان هالرسالة اللي منوصلها أكيد بصوتكم أخوتي الكهنة اللي موجودين بعد عم تحملوا شعار المحبة والسلام والأمان لكن للعالم يلي هني عم يطلبوا الأمان والرجاء أكيد معها الصلاة اللي تحدوا فيها الدمار أخوتنا الكهنة وراحوا على بغدادة ليعيشوا لحظات الصلاة مع الدمار نحنا من نوقف جلالا لألكن وتحية اكبار ومحبة من قلبنا لألكن بالستوديو صار معي أستاذ بهجة عزرية أهلا وسهلا فيك بينتنا كمانا في الطفلة هيلين مرحبا هيلين شو ما في مرحباش لملاخو شو ما بدك تحكي شو بدك تقولي مرحبا أهلا فيك أستاذ بهجة عزرية هو من موالية حلب مختص نفسي ومشرف تربوي اشتغل بسوريا بلبنان وحاليا حضرته بينسق برنامج الدعم التعليمي التربوي للأطفال العراقيين ببرج حمود مع جمعية مرمنصور يلي نحنا بدنا نقللهم شكرا كتير كتير كبير لقللهم لهذا الدعم يلي عم يقدمو إن كان لأخوتنا العراقيين اللي موجودين بجمعية مرمنصور وحتى خارج الجمعية هالبيت اللي مفتوح دار مرمنصور للأشخاص الكثير يلي بس يندق البيب بيقولولو أهلا وسهلا وبيفتحوا بابن أهلا وسهلا فيك بهجت رح نقول شكرا بحلقتنا الليلة يلي عن جد بدنا نقل لك بدايتها شكرا على كل عمل عم تقوم فيه على الرسالة يلي عم تأديها خبرنا عن جامعة فراتيلي قاشي شكرا على استضافة أهلا بك كتير مبسوط أنه أنا اليوم على فضى نور الشرق فراتيلي قبل ما تكون جمعية هي مشروع نعم مشروع قاموا فيه رهبنتان رهبنت الأخوة المريميين نعم ورهبنت أخوة المدارس المسيحية استجابة مع نداء البابا فرانسيس لما أطلق رسالته بيطرح الإنجيل نعم أنه الكنيسة لازم تطلع إلى الأطراف تخرج من حالة من ضماناتها نعم من غناها لتذهب للقاء الأكثر حاجة اللي موجودين على الأطراف اللي موجودين أبعد من الحدود فاستجابة لهذا النداء الرهبنتان حبوا أنه يجتمعوا مع بعض ويعملوا مشروع مشترك عواد ما كل رهبنت تعمل مشروع لوحدة حبوا أنه يعملوا مشروع مشترك سموه فرتلي يعني كلمة الأخوة وحبوا أنه يكون أول وجود لفرتلي هو مشروع عالمي حبوا أنه يكون أول وجود إلوه هو بلبنان لأنه لبنان هو بلد اليوم عم يستضيف ملايين الأشخاص يلي تركوا بيوتهم بظروف صعبة وعم يلتجوا بهذا البلد فحبوا أنه يكون وجودهم إلى جانب الأطفال والشباب الأكثر حاجة خاصة من اللاجئين نعم فحالياً في أخيان في فريرين فرير ميكل من إسبانيا نعم وفرير أندريس من المكسيك هنين بيعيشين بدير وعم يخدموا لأطفال والشبيبة الأكثر حاجة خاصة من اللاجئين نعم يعني بفهم منك هالرهبين هني تركوا ديرون وعملوا ديرون وعجوا على لبنان لا يعيشوا الأخوة تماماً لا يعيشوا الأخوة يلي هي ما بتعرف حدود يلي من خلالها بدهم يتواصدوا أو بدهم يربوا الأطفال الأكثر حاجة خاصة من اللاجئين نعم هلأ حالياً فراتيلي هي جمعية صارت جمعية أهلية معترف فيها بلبنان أكيد غير ربحية بهدف تربية الأطفال والشبيبة خاصة الأكثر حاجة من بينهم بدون أي تمييز نعم بدون أي تمييز شا عملت فراتيلي من سنة إلى هلأ من وقت ما بلش المشروع السنة الماضية كان في إلى تعاون مع مؤسسة إنسان بسد البشرية ببرنامج تعليمي للأطفال العراقية بوقت بعد الظهر بعد شوية حنشوف صور عن هذا الشيء وبلشت كمان من أدار الماضي برميلي نعم بخرب صيدة بإنشاء مركز اجتماعي ومركز تعليمي للأطفال اللاجئين السوريين حاليا المركز بيخدم أكتر من 200 طفل لاجئ سوري بهدف دعمهم تعليميا إدماجهم بالمدارس الحكومية اللبنانية أو بمدارس تانية نعم عم نشوف الأطفال يعني الأطفال العراقيين هم الأسوأ حظا باللبنان للأسف يعني هذه سنتين ونص على وجودهم تقريبا ما فيه ولد عم يروح مدرسة طبيعية زي بدنا نقول فيه مناهج عادية فيه تقوية موجودين ولكن كمنهج رسمي نحنا منعتبر هاي السنتين الطفل العراقي خسر سنتين من حياته أكيد فيه سعوبات كتير كبيرة لإدماج الأطفال العراقيين بالبرنامج التعليمي الرسمي في لبنان نعم هدف برنامجنا إن كان هليك السنة لصد البشرية بمشاركة مؤسسة الإنسان أو مشروعنا الجديد ببرج حمود بمشاركة مرمانسور دي بود هو أنه نقوي أطفالنا ندعمهم أكيد لا يستفيدوا ولا يقدروا يندمجوا بالمدرسة وينما كانوا وينما كانوا بلبنان أو بغير بلدان أنه يكونوا مندمجين نعم أكيد أنا بهمنا نحكي عن المشاريع الحالية في لبنان لنفوت أكتر ولكن خلينا نقف مع فيديو نتعرف عفراته اللي أكتر نحنا وياكم المشاهدين وهيكي نرجع نفوت بصورة أكبر تفضل لواسيم الغلط اللي صار أكيد يعني الفيديو اللي رح نشوفه منشوفه بعد شوي معليه أنا بس بدي أرجع ركز على نقطة كتير مهمة للأسف أنه مثل ما أنت في كتير ولاد بقيوا بالبيت لفترة أكتر من سنة أو لفترات كتير طويلة من قطع المدرسة وهذا الشيء كتير عم بيأثر على الولاد أولا التفض بحاجة لمنظومة واضحة بحياته بحاجة لاتباع روتين محدد بحياته ومنحقوا أنه يتعلم طبعا فبعتقد أنه هذا كتير مهم أنه نوصلوا لأولادنا يعني هاي رسالة للأهل أنه ما تخلوا ولادكم بالبيت كل ساعة عم تمر على وجود ولادكم بالبيت هي عم تحطون بأوقات كتير صعبة بشي هنن ما بيناسب طفولتهم طفولتهم لازم يعيشوها منحقوا يعيشوا طفولتهم منحقوا أنه يتعلموا ويكون عندهم أدوات ليقدروا يبنوا مستقبل أفضل وينما كانوا نعم فهجت كنت عم تخبرني تحت الهوى أنك مأهور أحد الطلاب ما قبلوا يجوا على المدرسة نعم أكيد نحن هنا إذا بدنا نحكي كعلم نفس أو كحالة نفسية الطفل العراقي عم يعيشها هاي سنتين بلا مدرسة بندون نظام عم ينم بوقت غير وقته عم يشتغل شغل غير شغل يعني بدل ما يكون عم يتعلم عم يشتغل الولد العراقي من عمر 13 سنة في أولاد عم تشتغل يعني للأسف أنا يعني أكيد مبلوم الأهل لأنه الأهل ما رح ينقوا شغل بلبنان بفضله أنه أولادهم هني يشتغلوا ليكون في مساعدة ولو شي بسيط 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 بتعزي علي الدنيا أنه عمر 13 سنة عم يشتغل أو 12 أو 10 سنين بيأخذ 30 ألف ليرة بالجمعة يعني هل 30 ألف شو بدأت تعمله دو دو خلص خسرت طفولتو يعني أكيد صار الولد العراقي واقف قدام حاجز بينه وبين التعليم كيف رح تقدروا تتخطوا هالموضوع ولكن قبل ما تجوبني خلينا نشوف الفيديو اللي فاجهة مع واسيم تفضل واسيم لعلك إلى اين تطول لعلك والسيط بسيط بسرقين إلى اين نشوف الفيديو للتحاسم إلى اين نشرح إلا نشرح الحسين إلى قوم بمسم عم إلى مجرم إلى قامة إلى قربي شكرا 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 الأخيرة هو الزيت بالطبق الرابع من جمعية مرمصور بالمبنى الذي يتحدث لإستقبال الأطفال العراقيين الذي إن شاء الله قريباً أكيد ينالوا الحظ ويكونوا بها الجماعة فراتيلي فراتيلي أكيد لا تبدأ من عند الباب هاي؟ هالفرحة أنه يتحدث عنها دايماً تماماً هاي أكيد البابا فرانسيس من هالفلسفي ومن هالمنظور يعني نشأت فراتيلي شفت مشاهد من تجهيز مركز مرمصور ليقدر يستقدر الأطفال العراقية أكيد الفاضي يعني بنقصوا الولاد بنقصوا الفرح بنقصوا الحياة طبعاً مرجونا لموضوعنا قبل في مسؤولية كبيرة على الأهل في هذا الموضوع أكيد وهنا أصلاً مضغوطين مثل ما قلتي هن الأشخاص تركوا بيوتهم بظروف كثير صعبة ما بنقدر لهم حدا أكيد بس بدنا نشجعهم وبدنا نرجع لإيماننا ولأصولنا أنا متذكر من سنتين لما بلشت أحداث الموصل وسهل نينوى كان في مقابلة تلفزيونية مع نيافة متران نقديم وصمتي وعبر بشكل كثير قوي صحيح ولما نسأل أن ليل مسيحي ما بيقاتل قال أنه نحنا منا جبناء ولكن الله عطانا الحكمة صحيح نحن ما عنا سلاح بس نحن عنا ألم وعنا ورقة وثقافة وعلم ما عنا شي نحارب فيه إلا هذا الشيء نحن ما تربينا لنقتل ولنسرق ثقافتنا ما لنا ثقافة دم نحن نعرف نكتب نعرف نتثقف ونثقف كل يلي دوارنا صحيح فحضارتنا هي حضارة ثقافة هي حضارة علم وهذا الشيء اللي بنا نعتمد عليه كمان للمستقبل ما بدنا أن أطفالنا يكونوا ضحايا مرة تانية كانوا ضحايا التهجير ما بدنا يبقوا ضحايا خسارات تانية صحيح ما نريد نساعدهم أن يتجاوزوا هذا الشيء بأسرع وقت ممكن وبأفضل شكل ممكن طبعا أنا بالضحية أكيد كل الأصدقاء على صفحتك على الفيسبوك كانوا فرحانين كثير أنه رح تكون ضيطنا لأنه عن جد هي تكترك أثر كثير طيب بالجامعة اللي موجودة والمحيطين فيها سنحكي أكثر أنا وياك عن تفاصيل فرتلي ولكن بدنا نستقبل أنا وياك هيلين يلي بتعرفك كثير منيح هيلين كيف تعرفي لمسيو بهجر؟ كان معنا بمدرسة الإسلام حلو كان مكنت معهم إه؟ واني كانوا معك هيلين أنت من وين؟ من العراق من وين من العراق؟ من بغدادة من بغدادة شو بتتذكري أنت تركت بغدادة وكيف تركت بغدادة؟ يعني نحنا كنا نايمين وسمعنا الصوت كثير كبير وبعدين قمنا فتحنا الباب وشفنا أن العراقين كلهم كانوا يهربوا ونحنا كمان شفنا السيارة وطلعنا معهم ورحنا على أربيل بعنكا وهناك عشنا بالكنيسة أنت ومين رحتي من بغدادة على أربيل؟ أنا وأمي وأبي وأختي وأخي أوكي أنا بدي أقول لهم مرحبا ونحييون أنا وإياك أوكي ألاقوا عداي كانوا خايفين عليكم بالطريق؟ إيه قداش بتتذكري أخذ وقت نمت شي بالطريق ولا لا؟ لا ما قدرت تنامي وطول المشوار كان بعيد؟ يعني يعني وتوصلتوا وين قعدتوا بأي كنيسة تتذكري؟ لا ما بتتذكري؟ وبتتذكري مين كان فيه بالطريق؟ مين شفتوا أنتم ماشيين هيك ورايحين على أربيل؟ لا يعني بالسيارة لا بس كانوا يعني هنا صغرة باس طلعنا معهم ووصلنا لهني كمان يعني كانوا كمان بيعدوا هناك بالكنيسة أه وقالينا وريان تعبوا بالطريق؟ إيه قالينا وريان يعني يناموا ناموا لأنهم صغر وأنت كنت كبيرة واعية على الموضوع إيه وأنت فرحانة هلأ أنك جيت على لبنان إيه إيه شو بعد بتتذكري؟ بوقتك كنت بأي أربيل وكنتوا بالكنيسة كان فيه حدا من عمريك موجود هونيك؟ إيه كان فيه يعني صغار وكبر أصحابيك؟ لا بس تعرفنا هونيك عليهم صار أصحابي مهم وكيف كنتوا تمضوا نهاري؟ أنت توعوا؟ شو تاكلوا؟ كيف تلعبوا؟ كان نهيين عليكم كل هالأشياء؟ آآ يعني يعني شو؟ يعني كان مرات من فيه الساعة 11 أو الساعة 9 هيك إيه وبعدنا كيف تحضروا الأكل والغسيل؟ وفيه محلل كلها يتحمموا ويهتموا بحاله؟ إيه يعني فيه شوي وكلنا يعني مستعمل مثلا مثلا يعني تسع حمامات نستعمل يعني كلنا كلكم كنتوا كتار؟ إيه يعني قداش تقريبا هيك إذا بتقولي كم عائلة كم فيه؟ آآ آآ شي عشرين كلهم بيا يا حمام شي مرة كنتي بدك تاكل شي مال إيتي أو شي مرة حبيت تطلعي تلعبي وما قدرت بهذا الفترة وتكنت بأربيل؟ آآ يعني مرة آآ مرة لأ آآ وبتحب ترجعي على أربيل؟ آآ لا لا وعلى بغديدة؟ يعني هو ما في حدا ما بحب يرجع على بغديدة بس وقتا شفت بيتنا ويعني غرفتي صح كانت صغيرة بس كان فيها كل يعني كل ماضي تبعنا كان فيه هناك آآ آآ وكيف مين عطاكم الصورة وكيف شفت بيتك؟ آآ في واحد يعني قريب لماما وبابا فصوروه وبعدتوا نياب يعني لقوا صورة لقلي ولريان كانت الصورة كتير صغيرة يعني كنت بعدك صغيرة؟ آآ آآ وبعدها موجودة هيدا الصورة؟ آآ موجودة عند هيدا الزلمة بس يعني مش هلو بالعراق بالعراق آآ آآ وأنت شو بتتذكري بين بيتكم غير غرفتك الصغيرة الحلوة؟ آآ بتذكر يعني الحديقة تبعنا والسطح وكان في عنا يعني كان في عنا مطبخ وقرفة تبع أمي بيه وفي عنا صالة يعني دائما نعت فيها هلأ شو تغير من بيت بغديدة لا بيت لبنان شو يلي تغير هلن؟ آآ يعني هونيك كان يعني أكبر من هون اللي بيتنا آآ آآ وكان في عنا غرفة وخون كمان في عنا غرفة آآ يعني في الوحد يضل هون لشو بوضي يغير ولا لأ؟ آآ يعني آآ فينا نضل هون كمان يعني كتير حلوة لبنان بس يعني بنتمنى انه نروح عند ستي ستي كوان؟ مستراليا أحسن هونيك بتاع تقدر؟ آآ لأنه كلهم صار هونيك بس نحنا هون آآ كل الأهل يعني كل اللي بيقربوكم؟ آآ يعني خالتي وعمتي كلهم كلهم صار هونيك بس نحنا هون أنا شايفتك هيك في فرح كتير حلو بوجك بعدك عم بتصلي متل ما كنت تصلي انت وصغيرة؟ آآ هايدي الشغلة الوحيدة لما حدا بيقدر يسرق أما هاي؟ آآ نعم انت موجودة هون عم تسمعي ناسب يحكو غير من ما كنتو تحكو ببغدادة صح؟ والدرس غير ورفقاتكن غير شو بتحس انت هيك انو ياريت شو بيتغير؟ آآ يعني نحنا هون مستقرين آآ شو يعني مستقرين يعني مبسوطين بالقعدة فرحانين؟ آآ مبسوطين آآ انت كيف بتمضي نهارك؟ أي ساعة توعي مثلا هون بلبنان؟ آآ يعني نبقى عشر ساعة تسعة مرات عشرة آآ آآ والساعة من عشر بروح على المدرسة آآ ايه واحدة؟ طبعا بمقصة الإنسان اللي هلا فيه آآ هلا انت هونيكي كمانا آآ وحلو الجاو عندهم لمسيو بهجات؟ آآ بالمدرسة؟ آآ كتير حلوة يعني بنفرح آآ طيب انا نعرف بخلال الحلقية بالموسم الماضي انو مرأة قلاء بشي بشع ما هيك ده رابطة سيارة للماما ايه انا بتذكر هالموضوع كتير هيك ونقهارت وقتها انو اللي بساعة شو كان دورك انت بهيدا الوقت؟ شو عملت؟ آآ يعني ساعدتا وقتا بدي الشي بعمل يعني بحزر البيت ورب بطبخ ايه وانت قديش عمريك هلأ؟ انا؟ يعني هلأ فتت بـ 11 هلأ فتت بـ 11 هلأ فتت بـ 11 ايه وبتع تقدي انو هكا فيك انت هلأ هكا تشتغلي بالتعاملة طبخ وهكا هدرا هالقد أبوضاي ايه برافو هيدا المهم وشو أحلى شي بتتمني انت اذا هلأ قلنا لك نحنا تمني شيء ألان وشو بدك انت هلأ شو بتطلبي؟ بتمنى انو روح عند ستي هيدا بس تطلب؟ ايه واذا قلنا لك صارت بغدادة منيحة وصار كل شيء منيح فيها بترجعي؟ يعني ما في عندك كتير أمل ارجع ليش؟ يعنو كمان يعني كلهم يعني القوة تبعنا راحت ويعني هلأ شوفنا بيتنا يعني مش منيح مش منيح لا ورح تشتغيله للبيت اذا فليتها استراليا؟ ايه ايه بالعيراية ما هون لا ما بعرف فيش بيت رح تشتغيله هون او بالعيرا؟ اه يعني بالعيرا أكتر رح تشتغيلها العيرا ايه كان في عنا حديقة مزروعة كل شيء كان في عنا سطح كان البيت أجمل أكيد يعني ايه نعم قدام واقع حياتها لهيلين اه وين دورنا نحن الكبار؟ وين لازم يكون؟ اه اول شيء انو نسجعهم انو يعيشوا طفولتهم يعبروا عن الشيء اللي عم يعيشوه بطريقة اه بطريقة حلوة بطريقة بسيطة متل ما منيين عبرت اه اكيد فيه كلمات عم استعملون ممكن هي اكبر من عمرها بس انو اه نساعدهم انو يعبروا عن عن الشيء اللي عم يعيشوه قد ما بيقدروا فهذا يعني واحد كمان من اهداف برنامجنا التعليمي بمركز مار منصور لفراتيلي اه مو بس التعليم نساعد الولاد انو يعيشوا طفولتهم يعبروا عن حالهم اه يابدعوا شيء بحياتهم برغم من الظروف الصعب يلي عم يعيشوه نعم فينا ناخد اتصال ونكمل حديثنا سوا ونقطع الخط بدي عازبكم تجاعدوا تتصلوا فينا باعتذر منكم لانو ما فينا ضغري وقف حديثنا اكيد مع ضايفنا البرنامج يلي هلأ راح تبلشو فيه كبرنامج دراسي راح بظن يكون سوبر للاطفال فإذا هو عم نحكي عن دعم تعليمي وتربوي للاطفال العراقية راح يكون بمتل ما شفنا بالطابق الرابع من جامعية مار منصور دي بول في برش حمود قدام الملعب راح يكون من التنين للجمعة فإذا خمس ديان بالاسبوع من الساعة واحدة للساعة خمسة بعد الدهر الولاد هن من عمر أربعة لحديد عم نقبل أطفال أو شباب وصبايا من عمر 13 أو 14 سنة نعم يلي ملتحوا بأي مركز تدريسي أو تربوي يعني ما عم بيروحوا على مدرسة أو على أي جمعية تانية أوكي حاليا عنا تقريبا شي ثلاثين طفل وبعد يعني التسجيل مفتوح لأي طفل أو عادي قداش راح يستوعب المكان أطفال؟ ممكن يستوعب عدد منيح ممكن يوصل لثمانين طفل يعني فيه إمكانية أنه يوصل تقريبا لثمانين طفل نعم خلينا هيك أسئلة سريعة لأنه وقتا حكينا عن فرتلي نعم أجينا بعد الأسئلة هل النقل مؤمن؟ ممكن يكون النقل مؤمن نحنا التسجيل بالمركز مجاني أوكي تسجيل من خلينا نجع من نذكر من أي وقت لأي وقت من الثانين للجمعة من الساعة واحدة للساعة خمسة أوكي بتمنى تأخذوا كل هالتفاصيل لازم يكون الحضور شخصيا إلى دارمر مانصور صحيح؟ نعم نعم أكيد 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 يجيبوا معهم شي عرف عنهم إن كان نسخة عن جواز السفر أو ورقة الأمم للأغلب هي عم تكون ورقة الأمم نعم أوكي؟ وصورة شخصية للطفل إذا موجودة نعم في مدام عم تسأل كيف رح ينوضعوا لتلميذ حسب الأعمار أو حسب إدراك الولد؟ يعني كيف هي المستوى؟ بحسب عمرهم شوي وحسب مستويهم فرح يكون فيه مثل مزج بين هالمعيارين اتنين لنقدر نحصل شوي على مجموعات أطفال نعم ما هي اللغة المعتمدة لهذه الدروس؟ تماماً نحن نتائم هذا النقود الأكبر راح يكون عن لغة إنجليزية أي نحن راح نحاول أن يكون أغلب المواد التي راح تنعرض هي باللغة الإنجليزية راح يكون فيه لغة إنجليزية راح يكون فيه رياضيات وعلوم باللغة الإنجليزية راح يكون فيه شوي لغة فرنسية ام باندنى لا نقدر نساعد و ندعم أشخاص اللي حبّين باعدين يكونوا بالمدارس ممكن يكون فيها لغة فرنسية وأكيد دغة عربية هذه المواد التدرسية التي ستكون موجودة سأكون أمينة أكيد على كل الأسئلة لو أنت قالت أنه لا لديك مشكلة هل سيكون هناك مثل هذا أو التستسيون بس هالتلميز يخلص هالسنة أنه في شي بيدل أنه تعلم هالمواد لا إذا بده يتضمن أو يدخل لمدرسة تانية يكون في شي بأيده لا هلأ حاليا لا البرنامج هو دعم دراسي وتربوي ما ممكن يكون فيه أي شهادة أو المصدقة ممكن تفيد التفيد رسميا لا يقدر يكون بمدرسة تانية يعني كوسيقة رسمية بس كمعلومات أكيد بتأهله أنه يقدر يكمل دراسته بمركز تاني من أي عمر لأي عمر رح يروحه أنا مجاعد لأنه فيه الأسر من عمر أربع سنين هلأ فيه أوقات عم يكون فيه حالات أطفال أصغر عم طلب أنه نشوفهم لأنه مثلا أطفال عمر ثلاث سنين يكونوا كثير صغار يكون لسا كثير معلقين بأهلهم بالبيت صعب هذا الفراء على الولد فنبدأيها من عمر أربع سنين لعمر تلتعاش أو أربع تلتعاش سنة بحسب الحالات متى سيبدأ التعليم؟ إن شاء الله سنبدأ بأول أسبوع من كنون الأول تأخرنا شوي لنقدر نحضر لمركز ونكون جاهزين لإستقبل الأطفال ومستمرين لآخر تموز تأخرنا شوي لنبدأ بس من أخر بالصير نعم الدوام من أي ساعة لأي ساعة؟ من الساعة واحدة للساعة الخمسة بعد الظهر حكينا عن مواصلات المواصلات رح نتساعد نحنا والأهل رح نأمنها يعني ممكن يكون في مواصلات نحنا من أمنها بمساهمة مادية صغيرة بسيطة من أهل وين إذا في باسات وين رح تكون موجودة بأيام مناطق؟ مناطقنا هي مناطق تواجد العراقيين يعني سد البشرية الجديدة في أشخاص من روضة أو حتى ميوروضة دكواني برج حمود هاي المناطق في جسر الباشا كمان في عائلات عميج والمهوميك فبدنا بدنا ننتفق بعدين بحسب العائلات اللي بده تسجل لنقاط محددة ليمروا في ينباس نعم ما هو الرقم المعتمد للاتصال بكم؟ أوكي الرقم مرأ بالفيديو 8-1-220-375 إذن 8-1-220-375 للي بيحب يتواصل أكيد مع بهجات بتمنى منكم تشاجعوا أولادكم أخوتي العراقيين اللي موجودين بلبنان يلي بعد أولادهم ما عندهم مدرسة أو هي فرصة يمكن لهالولد يطلع شوي من جو الأخبار يلي عم يسمعها يعني شفنا هيلين عم تحكي بأمور عن جد كتير كبيرة هي وعيتنا لأنه عيشتها بالبيت وعم تسمعها فنحنا خلونا نجرب قدمة فينا نرجع زبدنا الطفولة وأخبار والعلم بحياة أطفالنا لأنه بهالطريقة منكون عم نساعدهم ليبلشوا يفكروا أنه بعد فيه أمل ببكرة يرجعوا فيه إذا بقيوا في لبنان أو تغربوا على بلد تاني بلد يستقبلون بعد لازم يكون عندهم أمل يبلشوا من جديد يتعلموا ويكون هالهاجس يلي نحنا منعرفه أنا وياك بهجات كنا عم نحكي أنه شعب العراقي شعب حضارة شعب ثقافي ولطالما شعراء ومهندسين ومعلمين والكبار الأطباء طلعوا من العراق يعني فبالحر اليوم جيل بكامله معه علمات استفهام كتير كبيرة أكيد أكيد وفيه أشياء إذا الطفل ما اكتشبه وهو صغير رح تصير كتير صعب عليه بعدين طبعا يعني كنا عم نحكي عليه إن كان عادات حياة مثل ما قلتي قبل النوم والإقاع الحياة بس كمان التعليم والمهارات التعلمية بده يصير تعلم وأبطأ بده يصير يعني بده يؤدي لتأخر كتير كبير بحياة الطفل مشان هيك كل الوزارة وزارة التربية إن كان أو منظمات المجتمع المدني والكنيس عم تسعى أنه تأمن برامج تربوية للأطفال لما يبقوا بالبيت نعم هذا جيد مع كلياتنا وبتمنى أنه الأهل كمان يكونوا معنا أكيد يعني أنا بدي أقول شكرا لألك وشكرا للإخوة اللي موجودين ولها أخوة فرتلي عن جد أنه نفكروا يساعدوا الأطفال مع أنه في كتير ناس عندهم ردات كتير فعل قوية يعني حضرتك لحظت على صفحتك وعلى الأحاديث العالم اللي عم بتصير أنه نحن مش بحاجة هيك نحن بحاجة نفل بقى من من هون سنتين ونص كافة لعذاب عم يعيشوا أخوتنا العرقيين باللبنان بغض النظر عن الفترة يعني وعن الضغوط الموجودة مزم بالأطفال طبعا مزم بالأطفال أنه هنين يقعوا بكمان مرة ضحايا مرة تانية هالمرة لضغط لضغط أكبر وينما كنا نكون بالمستقبل بدنا نساعدهم عنه يبنوا مستقبلهم صحيح بدون علم بدون مهارات حياتية وفكرية ما بنقدر نساعدهم عنه يبنوا مستقبلهم أكيد هالرسالة اللي حملها نحن بدنا نحمل كمانا بديلة إلى أنه تحية 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 كتير كبيرة لكادر المعلمين اللي رح يكون فينا ناخد فكرة من رح يكون عندك سار فكرة هلأ نحن عم نأسس للفريق أكيد عم نبحث عم أشخاص كفوقين ليس مش بس مهنيا كمدرسين بل كأشخاص عندهم نقدرة أنه يتعاطفوا مع هذور الأطفال ويساعدون أن يتجاوزوا الأزمات اللي عم يمروا فيها نعم عم نبني فريقنا التربوي وأكيد بهمنا أنه نكون مع بعض كفريق نعم لنقدر نقوم به الرسالة نعم خليني أخد اتصال ألو 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 تفضل حضرتك على الهوى نعم أسماء نعم هلأ أنت مع العودة نعم أم لا ولماذا؟ نعم مع العودة نعم مع العودة إلى العراق نعم من دون أي شرط هايك حابب ترجع؟ حابب أرجع بس يكون هم فعلي من تعلمين نعم ونبني بلد جديد نشكر الله حاسس بظلم بالقعدة في لبنان؟ لا أوكي أنا بشكرك كثير وإن شاء الله نقول قعدة مباركة وترجعوا على بلدكم يا رب شكرا لألك شكرا أستاذ عبير لكن هون الأراء عم تتضرب معنا أكيد يعني مع ناس مع وناس ضد مع العودة للبلد وناس لأم مبنون يمكن بده وقت يعني هذا سؤال كثير مهم بس يمكن بده وقت نشوفي على أرض الواقع يعني ناسر يمكن تهجرت يعني كذا السنة ومن محل لمحل ما نهو سؤال سهل أكيد أكيد ألا يوسف يعني إما لهيلين بتقول مساء الخير مادام كاترين أحب أوجه تحية لضيوبك الكرام وإلى ابنة الغالية هيلين وأنا مو مع العودة لأن بعد هالصور والضمار اللي صار ببيوتنا وكنائسنا ومدارس أطفالنا أكيد لا رجوع خصوصا قبل قليل جينا خبر خطف أحد أقربائنا هو زوج عمّة ماسير سارة خطفة في بغداد وصار يومين ما في أي خبر عنه في رجع يا ستنا الغالية تحياتي لكم يعني كيف أحد يرجع أكيد مع هالخوف ويلي عم يسير كمانا رسالة تانية أبونا سمير عطلة شلاما كاتو ما هي هلا فيك تحياتي ليرانيا ولكل العاملين معكم العودة أم الهجرة كي لا أطيل الكلام بالموضوع بلداتنا دمرت بنيتها التحتية 90% 40% من البيوت قصفت بالطائرات وأحرقت الباقي في الأيام الأخيرة من قبل الدواعش قبل ما يسمى بالتحرير 99 من الممتلكات نهيبت المعضلة ليست في حجم الدمار أو بهدلة القرى الملفت للنظر أنه لا توجد إرادة وطنية لدعم إعمار المدن المتهدمة لأن الفساد خنقنا وبالتأكيد العالم اعتاد على مظاهر الدمار في بلداننا فلن نحصل على ما يغير واقعنا الجديد موقعنا أو موقفنا ككهنة لن نعود إلا بعد ضمان كرامة الإنسان وتوفير الأمان إعمار البيوت هو من أولوياتنا قبل إعمار الكنائس ودوائر الدولة ورسالتنا للناس لا تستفق الأحداث فلننتظر لما سيحل بالموصل من تدمير وإخلاء لسكانها ولننتظر المرحلة الثالثة من مشروع السياسة الوسخة بعد مرحلة التهجير ومرحلة التدمير والمرحلة الثالثة هي للتغيير الديموغرافي إلى الذين في دول الجوار أصبروا وتحملوا ولا تعودوا لأن العودة إلى العراق هو ضياع الأمل بمستقبل جديد أبونا سامير دائما مواقفك بتكون حازمة وأوقات هيكة بتحطنا قدام علمات استفهامة كتير كبيرة عن جد قدام هالرسالة يلي عم تقوموا فيها وخاصة هالجرأة يلي بتحكوا فيها للناس خليني كمين أخذ اتصال ألو 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 نعم تفضل حضرتك على الهوامين معي أسأل خير مدام كاترين أهلا أهلا فيك أستاذ أمير نعم يا أهلا نشكر ربنا أنت كيفك محمد الله تحيى لكي وتحيى الضيوفكي مدام كاترين تسلم تسلم نعم هل أنت مع العودة أم لا أم بدك تحكي بغير موضوع استاذ أمير نعم هو حاليا أنا يعني مو مع العودة ولكن حابين في عدنا برنامج عم أتصل بداخل العراق عن طريق جمعية حمرابي نعم وجهات ثانية في عدنا فد برنامج بالبداية نسوي فد سجل إحصائي نعم يعني نشوف عدد الراغبين بالعودة وعلى أساس أنهم فاتح الجهات المعنية يعني إذا كانوا موظفين عودة إلى وظائفهم نعم إذا كانوا منقطعين عن الدراسة أيضا يواصلون دراستهم نعم لازلنا إحنا بالبداية يعني فقط إذا من خلال برنامجكي نحاول أنه اللي أي شخص يريد العودة فقط يسجل لنا اسمه وتلفونه نعم ونبقى إحنا على تواصل وياه أوكي يعني بيتصل يلي بيحب بيتصل أو يراجعنا أو يراجعنا على كنيسة النهر أوكي يوم الثنين والخبيث أوكي أي شخص راغب بالعودة نشوف أنه يعني شنو الدعم اللي نقدر أنه نسويه يعني إذا ناس حبين نسوي استفتاء أو مستفتاء نريد نشوف الأعداد الراغبة بالعودة أحصاء ممكن نخاطب الجهات داخل العراق نعم إذا كان لديهم أي متعلقات يعني أي حقوق يعني في كثير أنه هم موظفين يمكن مفصولين من الوظيفة ممكن يصير فد استثناء أو يأخذون قرار موافقة الحكومة المركزية نعم للعادة إلى وظايفهم هذا كمثال يعني نعم في كثير ناس مع العودة يعني نعم نعم اللي رغبين بالعودة هي عودة طوعية أكيد يعني ما في عودة إجبارية طبعا ما حدا بيقدر يخد قرار عن أي إنسان بالنتيجة كيف عمقول ما حدا بيقدر يخد أي قرار عن أي إنسان هو رب العائلة والعائلة بيخدوا قرارهم وبينطلقوا لا لا هو قرار شخصي هي نسميها العودة الطوعية أوكي يعني فكرة البرنامج بس فقط نريد نسوي فديحصاء نعم نشوف عدد العوائل الضاغبة بالعودة نعم كأحصاء أولي يعني إذا مثلا نكون عائلة أو عائلتين أكيد يكون هذا فضرقم يعني ما فينا نخاطب أيضا الجهات نعم أوكي وصلت الفكرة إن شاء الله الله ياخد بقيتكم وأكيد يتواصلوا معك على صفحة الفيسبوك أمير حمودة يلي بيبدو أو بيروحوا على كنيسة النهر يوم الثانيين أو الخميس صحيح؟ أو أنت إذا تحبين تعاونين معنا أي شخص بس يخذيننا اسمه نعم وتلفونا وإحنا نقدر نتواصل أكيد أكيد أنا كمانا حاضرة لأي خدمة شكرا أستاذ أمير على المداخلة وإن شاء الله نشوفك بكرة يا هلا شكرا قبل ما نطلع بريك رح تبقى معنا أنت وهايلين كمانا بالفقرة الأخيرة أوكي بلا بريك حضرة المخرجة بأمرك أنا خلينا ناخد غنية من صوت هيلين شو رأيكم نسمعها يلا هيلين شو بديك تغني لنا عطونا الطفولة عطونا الطفولة كلنا سمع لإلك تفضلي شين نعيدكن بالعيد منسألكن ليش ما في عنا لغياد ولزيني يا عالم أرضي محروقة أرضي حري مسروقة بزمانة عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة وارفوق في الحمام يا عالم يا عالم أرضي محروقة أرضي حري مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة زن ما في عبد أرضي Julie أرضي 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 ونا الطفولي عاطونا الطفولي عاطونا 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 السلام شو حلو شكرا يا هيلين صوتها رائع جدا عن جد ونحن كمان نطلب وأكيد نطلب من الله يعطينا السلام ومن الناس اللي مسؤولين ببلدنا يعطوكم السلام اللي عن جد بتستحقوا لا تعيشوا أولاد العراق الحلوين هاك اللي بيشبهوك أنا بدأ أدعيك أكيد وأدعي كل المشاهدين بكرا ليرفقونا بمسابقة الرسم أوكي ساعة 10 من أمام كنيسة مارلياس جسر الباشرة هالدعوة يلي إمنا فيها خلال الأسبوع الماضي لحد هلأ عنا 29 ولد تسجلوا أكيد وقفنا التسجيل عليكم إنكم تكونوا معنا بكرا ساعة 10 تستحبوا معكم رسوماتكم يلي عبرتوا فيها من أجل السلام رانيا رح نكفي بالأخبار معك تفضلي نحن نشوف صورة مؤلمة لضريح القديسة بربارة الشهيدة يعني هي شفية منطقة كرملياس صورة عن جد مؤلمة جدا طبعا هون عم نشوف الضريح القديسة بربارة قبل هجوم داعش نعم وتهميش الضريح بها الصورة هون بيقولوا إنه بعد إخراج كل التراب من الغرفة تبين إنه ضريح القديسة مدمر بالكامل أوكي تحية أكيد كبيرة لأستاذ يوسف قطي اللي عم يلتقط هالصور ويزودنا فيهم بالبرنامج هون طبعا قبل هجوم داعش كيف كان مزار القديسة بربارة نعم كمانا منكمل معك بالأخبار رانيا قامت منظمة الرسل الصغار بالعراق بتوزيع الحفاظات لأربعمائة طفل عراقي مهجر بدعم من كنيسة عنكاوة رسولية وكنيسة الراعي الصالح المعمدانية هون عم نشوف بصور كمان الأستاذ عماد صبيح يلي هو رئيس منظمة الرسل الصغار في العراق نعم تحية لألكون ولكل حدا ساعد المنظمة نعم من الجمعيات اللي عم تحط إيدها بإيد بعض لا تنشل أخبتنا النازحين اللي موجودين بيعنكاوة على أمل كل النازحين بكل البلدين يلقوا هالعطف والمحبة من الناس المحيطين فيهم كمانا منكمل معك بالأخبار مقتطفات من بغدادة هالصور يلي قام بتصويرها الأستاذ جورج العرب نوجه له تحية كمان هي مقتطفات صور منازل ومحلات دمرت بمنطقة بغدادة وكنائس طبعا مثل ما عم نشوف هون الأستاذ المرافق لأستاذ جورج العرب كان موجود بزيارة مؤخرا لمنطقة بغدادة يعني قداش خافيين معالم هالبيوت وهالمنطقة إزاعة صوت السلام دار مربولوس هوني عم نشوف الكتب المقدسة طبعا أخير همهم أصلا الكتاب يعني نوع نعم مش هممهم كتير أبدا وضعا إذا كان كتاب مقدس أو كتاب على السقافة هيدا شعب همجة ما تعلم أبدا يكون إنسان للأسف يعني قداش نحنا اليوم قدام مسئولية كتير كبيرة عن جد نعيد البشرة لكل العالم اللي حولينا ونخبر عن إلهنا إله المحب بداية وإله الإنفتاح والعلم هوني بصورة اللي قطعت اللافت إنه مكتوب دولة الإسلام باقية بإذن الله طبعا الجملة هي هرتقة من هرتقات الجامعات الإرهبية وأكيد ما بعتقد إنه الإرهاب سيبقى أكيد هوني كمان الكنيس عم نشوفها كمان الكتب المقدسة يعني دمار ما رحم حدا ولا بيوت ولا كنيس ولا دور دراسة ولا شيء صح وفتحية لألكم كلكن اللي عم تحاولوا توثقوا هالأخبار عن جد للأسف يعني قداش صعب بهجة واحد يشوف هيدا وانتوا عشتوا هالأشياء بسورية نفس الحالة يعني أكيد قداش بتقدر بعد هيك تحس إنه في ذهننا وأفكارنا تتحمل هيك مناظر؟ أكيد للأسف يعني كثير من الأوقات جوزنا التحمل يعني صرنا مع نتأخلم عم نتأخلم مع هيك صور عم نشوفها بدون نحسها عادية نحس شي يعني بس أثرة كتير كبير أكيد كتير كبير يعني صور الدمار العمراني أكيد كتير كبير بس الدمار النفسي هو كتير كبير وأثره كتير كبير كمان على أطفال كنا طبعا طبعا أكيد وهون أنا بقول إنه قداش الذاكرة رح تخزن هالدمار براسنا إلى مدى كتير طويل ما رح يكون مرتحين أبدا يعني للأسف أكيد كشان هيك قد ما منقدر أن نخلق صور جديدة صور تقدر تحمل شي عم ينبنى شي جديد أكيد هذا بيرجع للولد شوية متل ما قلت قبل أمل بالحياة إدراع الاستمرارية والتأخلم هون الهم همتكم كمان بالمساعدة عن جد لجماعة الفراتيلي اللي بالفعل رح يكون إلى بحس إلى واقع كتير كبير في رسالة يسعد مساكم أجمعين فعلا أرض محروقة وسرقوا كل شي فيها وأهم سرقوه وأحلام الشباب وشردوا العائلات أملنا بربنا أنه يضع السلام في أوطاننا والقوة والهمة بسواعد كل يلي بدوا يعودوا يبني معا نستطيع البناء بالحب والتضامن بدنا نكمل مهما دمروا وشردوا تحياتي كاتيرين إلك ولكل يلي عم تعمليه من أجل إخوتنا العراقيين شكرا لصوتك الذي لا يمل ولا يكل ربنا يقويك ويعطيك كل النعم أنت ومن معك فادية فضول اشتقتلك كتير فادية كمانا من سوريا وعيشة معنا كانت الهمة العراقي تحياتي لألك ولست الوالدة ولكل شي عم تتحملوه بغربتكن رانيا بسرعة كمانا نخلص كل الأخبار نعم كمانا من خلال حملة التوثيق وتوثيق الدمار رح منشوف صور من منطقة تلوسقف هالمنطقة المسيحية يلي كمانا تم تدمير كامل البيوت والمنازل والمحلات داخلها طبعا هالسور هي من موقع عنكاوا كوم هون السور هي أو المنازل اللي موجودة بالسور كاتيرين تم تدميرها من خلال العمليات العسكرية والقصف الجوي يوم ثلاثة أيار 2016 نعم في رسالة أنا خالة هالين تحياتي لكم وأشكركم على هذا البرنامج لأن هناك ناس يهتمون بعذاب ودموع العراقيين وأقول لا رجع إلى العراق تحياتي إلى الشعب لبنان إلى احتضان كل عراقي لا رجوع لا رجوع لأن لا يوجد شيء الرجوع إليه وفا خالتك بدك تقول ليلة شيء لا ما بدك تقول ليلة مرحبا هي تكون عم تشوفي كلا على التليفزيون شو شو بدك تقول ليلة شو بدك تقول ليلة شيء اي يلا قولي ليلة طيب هي فرصة شو شو اوكي اشتقت لك هيلينو مخجولة يعني أكيد خلينا ناخد كمان خبر مع كيراني قبل ما ناخد اتصال نعم من المفروض اليوم كاترين الجمعة المصادف 25 تشرين الثاني أنه يكون قد تم توثيق المنطقة المحددة باللون الأحمر هلأ رح منشوفها من خلال الصورة والمنطقة الواضح مع المحاطب الأسود تم توثيقها سابقاً هالصورة هي رح منشوف سورة تاني موجود فيها المنطقة الحمراء هالمنطقة يلي قد تم توثيق اليوم نعم نعم طبعاً هالعمل هو من قبل أبراشيت الموصل وكاركوك وكردستان للسيريين الكاتوليك ضمن لجنة الخدمة التطوعية بغدادة نعم تحية نعم تحية نعم فريق العمل يلي عم يتم من خلاله توثيق المناطق أكيد تحية كتير كبيرة للشباب يلي عم يضحوا بوقتهم وبمجانية لهالعمل أمجة حناوي شمعون وكل الشباب والصبايا يلي أنا بعرفهم تحية لقلكم والله يبارك فيكم بكل هالعمل يلي عم تقوموا فيه كمانا تباعاً رح ناخد الأخبار كمانا منطقة وبلدة بطنايا المحررة رح منشوف نسبة الدمار فيها يلي هو عالي جداً من خلال الصور هالمنطقة المسيحية العراقية يلي تم تحريرها مؤخراً مثل ما عم نشوف بالصور دمار هائل وكبير نعم بيوت ومنازل ومحلات اوكي إذن هايدي عم نجرب قد ما فينا نمرق بكل المناطق نحنا وياكم لا توثيق هالدمار لأنه حلقاتنا رح تكون على اليوتيوب ليوما ما يتذكر بالتاريخ وما يروح عذابكم سودان هالدمار يلي صار ما يد الغدر ويد داعش قديش تركه أثر وأثر كتير بشعب عم جاد كتير صعب أنه ينمحه إن كان بالبيوت وحتى إن كان بالكنيس كمانا رانيا ناخد معك آخر خبرك نعم وفي سياك آخر العرض المسرحي اللي هو سفر الخروج هالعرض للسيد جوزيف حنة ياشوع والسيد وسام نوح الجميل هالعمل المسرحي رح يتم عرضه يوم الاثنين والثلاثاء المصادف ثمانية وعشرين وتسعة وعشرين تشرين التاني على قاعد جمعية الثقافة الكلدانية ساعة ستة مساء وطبعا الدعوة عامة رح يخد كمانا اتصال ألو 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 نعم مرحبا مرحبا يا هلا مين معي فارس معك يا هلا فارس تفضل كيفك ولو بعرف الورقة المضايق كلش بس فيدي مداخلتين بسرعة فليز يعني دهمنا الوقت أكيد وحدي مداخلة ألو 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 فاصل اللي عادين بالعراق فاصل اللي هني بالعراق ما عندوا رواد وما بيستموا رواد وحقهم بالوضع إيشاء حقهم بالوضع إيشاء حقهم بالوضع إيشاء ألو 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 أي فارس تفضل ألو عم بسمعك تفضل للأسف نقطع الخط ما بقى فينا ناخد اتصالات رانيا بدي إليك إن شاء الله عيد مبارك يعني راح نحنا نترك هلأ العراق أونلاين لبعد عيد راس السنة إذا الله أراد كمانا بدي رسالة منك قبل ما تغادرنا أنا بس لارجع للأهل يلي هن الأساس مثل ما كنا نقول أنه المدرسة هي بيتنا الثاني بس بيتنا هو مدرسة الأولى بالبيت نتعلم كل شي نتربى على الخيام بدي أرجع للبيت للأهل لأقول أنه أعطوا فرصة لأولادكم أنه يتعلموا ما تحرموهم من طفولتهم من حقهم أنه يكبروا صحيح وأنه يكونوا بمساحة أمنة هللويا وإن شاء الله نقدر أنه نكون على قد المسؤولية التي نحن فيها أنا أريد أن أشكرك كثير وأشكر فرتليا وأشكر جمعية مار منصور شكرا الله يبارك فيكم وخاصة هلأ على بواب الأعياد سيكون كل الوقت يكون نشطة الله يبارك فيكم رانيا رسالة صغيرة قبل ما نختم حلقتنا طبعا أنا بحييك وعيد مبارك على الجميع على جميع العراقيين واللبنانيين والمسيحيين بالعالم إن شاء الله هلعيد يكون يمكن فتحة مباركة وهيك فرصة أمل جديدة للعراقيين رغم أنه المسيحي وينما كان موجود بإيمانه وصلابته وعزيمته بيقدر يتخطى كل المصاعب والأحزان نعم أنا كمان أشكركم كثير جوفي الكرام وكل اللي مرأوا بحلقتنا هيلين بدك تقولي شي قبل ما نفل؟ لا خلاص بدك تقولي مثلا ينعاد عليكم أو إن شاء الله بنشوفكم أو لا أولا شي ينعاد عليكم ينعاد عليكم من هيلين إذا مشاهدينا هالحلقة الأخيرة كانت بها السنة إن شاء الله على الموسم الجديد بالسنة الجديدة بنرجع نحن وياكم بالعراق أونلاين ولكن أولا بدعيكم تتابعوا صفحتي العراق أونلاين والصفحة الخاصة كاترين موسى لا تشوفوا النشاطات اللي رح نقوم فيها خلال فترة العيد خمسة كونسير مع أخوتنا العراقيين موعدنا بكرة ساعة عشرة من قدام كنيسة ماريليز جسر الباشا لا يكون بمسابقة السلام اللي رح نعبر عنها من لبنان لكل العالم مع أخوتنا العراقيين كمانا برجع بذكر بالنداء يلي أطلقوا جماعة المجلس الرعوي بالكنيسة النهر مع أمير يلي بده أنه يرجع على العراق يسجل اسمه فيه تواصل كمانا معنا نحن كفريق الرسل الصغار كل النشاطات رح تضل موجودة عبر صفحاتنا وبتمنى نضل بتواصل نحن وياكم بدي استوضعكم سلام المسيح وأتمنى لكم يسوع يولد بقلبكم قبل ما يولد من جديد باكنيستنا بتمنى دايما الأعياد يكون فيه إلى طابع روحي حلو ينترك بقلوبكم ويزرع السلام والفرح رغم كل العذابكم ورغم غربتكم إلى اللقاء وسلام يسوع بقلبكم ترجمة نانسي قنقر